اشتركوا في القناة تقدر تعدل على الصور تقدر تضبط صورك من حيث الإضاءة من حيث الألوان من حيث الحدة من حيث النعومة كل شي تقدر تضبطه عن طريق هذا البرنامج طبعا البرنامج هذا سهل استخدام لكن اللي يستخدمه أول مرة رح يكون عليه صعب نشوف مع بعض كيفية استخدام هذا البرنامج على اساس نقدر نضبط صورنا ونحط صورنا على الإنستجرام أو غيرها بطريقة حلوة وطريقة سهلة ندخل على البرنامج أول شي هذا هو معنا البرنامج طبعا حاطلك صورة تجربية تقدر تجرب عليها احنا ما رح نختار هذه الصورة رح نقول لسق الصورة أنا اخترت صورة من البروفايل عندي وسويت لها كوبي وحطيتها أو أن تقدر تختار من مكتبة الصور أو أنك تصور صورة من تليفونك أو أنه مثل ما قلت لك تدش على بروفايلك أو على الصور وتختار لك صورة وتسوي لها كوبي وتسوي لها لسق طبعا كوبي اللي هو نسخ وتسوي لها لسق أنا اخترت صورة وسويت لها لسق طبعا هذا هو البرنامج نضغط على أول خاصية طبعا أول خاصية اللي هي التضبيط الأوتوماتيكي اللي هو تصحيح التباين لاحظ معاي إذا أنت تصحيح التباين طبعا تضغط على الشاشة بصبعك وتودي يا يمين يا يسار رح ينزل ويصعد على وضوح الشاشة أنت تودي يمين أو تودي يسار بضغطة الصبع مثلا عندك تصحيح الألوان تختاره تزيد الألوان أو أنك أنت تنقص الألوان على راحتك مثل ما أنت حظ هذه أول ميزة طبعا الميزة الثانية تختار أنك أنت مكان معين مثلا أنت تبي مكان معين في الصورة مثلا نقول نحن بهذا المكان مثل ما أنا ضغط لاحظ معاي أنا ضغط على هذا المكان أبي أعدل هذا المكان أيهني وأقول له السطوع مثلا أزيد على وضوح الصورة أزيد على تباين أزيد على تشبع الألوان لاحظ معاي صار معاي تصحيح في هذا المكان أضغط علامة الزائد المرة ثانية اللي تحت إذا ضغط علامة الزائد أقدر أحد نقطة ثانية وأسوي تصحيح على السطوع وأزيد التباين اللي هو التباين طبعا وضوح الصورة وأضغط على تشبع اللي هو تشبع الصورة بالألوان أقدر أختار كذا مكان كذا النقطة مثل ما أنتم شايفين أضغط علامة الزائد وأضغط أنا أبي وعدل على الألوان مثلا أبي أروح مثلا على هذا المكان أو أبي أروح على هذا المكان أضغط عليه على حسب النقاط اللي أنا حاطها أقدر أعدل عليها بعد ما أختار أو أنه يعجبني هذا المكان أو يعجبني هذا التعديل أضغط علامة السهم اليمين إذا ما أبي أضغط علامة السهم ما عجبني التعديل هذا أضغط علامة السهم اليسار بحيث أنه يرجعني خطوة للخلف عندنا هنا Tone Image إذا أضغط عليها راح يعطيني هذا التعديل طبعا أنا ما بأي أطول عليكم العملية أنا باختصر عليكم العملية كل ما أن أنتو تحتاجونه وأكثر شيء أنتو راح تحتاجونه اللي هو Tone Image اللي هو تعديل الدقيق على الصورة نلاحظ معاي طالع عندك السطوع مجرد ما أنك أنت تضغط على الشاشة وتسحب خطوة لتحت أو تسحب صبعك لتحت وانتو ضغط على الشاشة يطلع لك السطوع أو أجواء الصورة أو تباين أو تشبع أو توازن ألوان الأبيض نقول إحنا مثلا على أول تعديل اللي هو الصدوع نودي يمين لاحظ معاي راح يصير معانا تصير معانا الشاشة سودة احنا ناخذ يسار نقول ناخذ ماينس 10% نضغط على الأجواء اللي هو الأجواء مثل ما أنتو شايفين معاي تقدر تزيد اللون الأبيض على الصورة أو اللون الرمادي على الصورة احنا نختار 80% أو 82% نختار التباين التباين معاي لاحظ معاي إذا كل ما أنا زدته كل ما صارت الصورة سودة كل ما أنا نقصته صارت معاي صورة بيضة وصارت بحتة طبعا هذه الصورة شيء بهذا الشكل الصورة غير مقبولة نختار مع بعض الصورة مثلا نقول نحن عشرين نبي نختار لون مفضل أو نبي نبين ألوان الصورة طبعا مثل ما أنتو عارفين أن الصورة دائما تعتمد على الإضاءة يعني ألوان الصورة أو وضوح الصورة تعتمد على الإضاءة ما تعتمد على أي شيء ثاني يعني عندك الإضاءة إذا كانت تركيزها في مكان معين راح تلاقي كل ما تعدل على الصورة راح تعدل على مكان اللي فيه الإضاءة نختار مع بعض التشبع التشبع لهو تشبع الألوان أو نقص تشبع الألوان لاحظ معاي أنا سويت نقص تشبع الألوان صار معاي لون أبيض وأسود نختار مع بعض تشبع الألوان ونودي يمين نختار نقول 50% اختارنا بهذا الشكل أنية على توازن اللون الأبيض في الصورة لاحظ معاي أنت كل ما تزيد هذا اللي هو يسمونه المصورين اللي يعرفونه أو متعرف عليه عند المصورين اللي هو نوع الإضاءة يعني نوع الإضاءة إذا كان عندك اللي هو الليت النيون الأزرق أو إذا كان عندك اللي هو الليت الأصفر تقدر توازن إضاءتك عن طريق هذا المكان وتخلي ألوانك مثل ما أنت تبي احنا نختار هذا اللون مثلا نقول لون البنفسيجي أو نخلي صفر بالميام هو متوازن مثل ما إحنا نبي بعد ما نختار عجبتنا الصورة بهذا الشكل نضغط السهم اليمين أو إذا ما عجبنا نختار السهم اليسار ويرجعنا خطوة للخلف طبعا الخيار اللي بعده اللي هو سترايتن اللي هو تحدد أنت ميزان الصورة مثلا إذا كانت الصورة مائلة إذا تبتميلها إذا بتخليها مثل ما أهي نفرض إحنا نختارنا هذا الشكل جذي ما عجبنا نختار للخلف خطوة لليسار ما عجبنا لنفرض أننا نبي صورة للإنستجرام أو إحنا نبدأ نعدل على صورة إحنا نصورينها في الكاميرا ونبدأ نعدل عليها وبعدين نبدأ نضبطها على الإنستجرام نختار اللي هو الكروب اللي هو القص بعدما نختار الكروب نضغط على علامة الأحجام نختار واحد في واحد على أساس يعطينا صورة مربعة بعدما يعطينا صورة مربعة نوازن الصورة مثل ما إحنا نبي يا نبيها تشذي أو نبيها تشذي مثلا نختار هذا الشكل بهذا الشكل تشذي أضغط السهم اليمين راح يقص الصورة مثل ما أنا اخترت الحجم اللي أنا فيه عندنا اللي هو details اللي هو التباين الصورة أو حدة الصورة لاحظ معاي زيادة الحدة أو بنية الحدة البنية طبعا مكتوب بنية وليس مكتوب بنية الحدة نقول زيادة الحدة نختار وندني على اليمين لاحظ معاي صارت الصورة نقول بنية الحدة نزيد ولاحظ معاي كل ما تزيد على بنية الحدة وإذا كانت الصورة ظلمة أو صورة بالليل راح يصير معاك نقطة في الصورة أو الصورة راح يصير فيها شوائب نحن نضبطها مثل ما نحن نبي نودي بصبعنا نضغط على الشاشة ونحرك يمين أو نحرك يسار أنا أختار هذا الشكل وأقلل من الحدة شوي أو زيادة الحدة أخليها 32% واضغط السهم اليمين وأختار هذا الشكل طبعا بلاك أند وايت نختار يعطيك الأبيض والأسود إذا ضغطت العلامة هذه اللي هي الدائرة راح يعطيك إذا تبي اللون الأحمر يركز على اللون الأحمر إذا تبي يركز على اللون برتقالي أو الأصفر أو الأخضر طبعا هنا عندك خيارات هي مضبطة أو نضبط لك ياها البرنامج بالشكل اللي هو يبين لنفرض أننا نخترنا هذا الشكل نضغط يا السهم اليمين على أساس أننا نختار الصورة أو نضغط السهم اليسار أنك ترجع خطوة للخلف فنتاج اللي هو يعطي الصورة طابع مثل ما تقول طابع قديم أو طابع صورة قديمة أو طباعة قديمة لاحظ معاي احنا أخذنا يمين مثلا بالصورة السطوع أو التشبع ناخذ يمين لاحظ معاي تشبع الألوان قوة المادة لاحظ معاي قوة المادة اللي هو المادة اللي تبيها إذا وديت يسار أو وديت يمين لاحظ معاي كل ما تودي يمين كل ما تطلع الشوائب في الصورة تودي يسار يعطيك نعومة في الصورة حجم المركز إذا وديت يمين أو وديت يسار لاحظ معاي راح يعطيك ألوان باهته أو يبهد لك الصورة أو يوضح لك الصورة زيادة مثل ما أنت حاب في ناس تحب الصورة بهذا الشكل وفي ناس تحب الصورة تكون دارك أو ظلمة أكثر طبعا قوة النمط قوة النمط لاحظ معاي إذا أنت وديت يسار أو وديت يمين يعطيك قوة الصورة أو وضوح الألوان في الصورة لاحظ معاي إحنا عطينا رحنا يسار وايد أخذنا 0% قوة نمط الصورة 0% لاحظ معاي أن الصورة صار فيها ألوان طبيعية أكثر إذا وديتها يمين راح يصير ألوان متشبعة أكثر عجبتك الصورة تضغط السهم يمين ما عجبتك الصورة تضغط السهم يسار على أساس يرجعك خطوة للخلف طبعا هذه خيارات أنت تقدر تضبطها مثل ما أنت تبي علامة الستار لأول نجمة يعطيك أنماط معتدة من هذا البرنامج يعني البرنامج أهو عاد لك هذه الأنماط لنفرض أن اخترنا هذا النمط أو اخترنا هذا النمط أو النمط هذا أو النمط رغم أربعة على حسب ما أنت تبي أو أنك أنت ما تبي تقدر ترجع خطوة للخلف مثل ما قلت لكم سهم لليسار خطوة لليمين يقبل هذا النمط نفرض أنه أنا ما عجبني رجعت خطوة لليسار ركزوا معي يا أخوان اللي هو دراما دراما إذا ضغطت عليها هذا أكثر شيء ركزون عليه المصورين اللي هو خيار الدراما خيار الدراما يعطي الصورة HDR أو صورة بتشبع ألوان أو بحدة ألوان كثيرة أو بحدها للصورة أكثر لاحظ معاي نقول تشبع نعطيه التشبع بالألوان قوة الفلتر لاحظ معاي كل ما تزيد قوة الفلتر كل ما تزيد الشوائب على الصورة طبعا هذا ما تقدر تستفيد منه ألا إذا كانت الصورة بالنهار أو إذا كانت صورة مصورة بإضاءة مضبوطة أكثر على أساس ما تطلع معاك الشوائب اللي هو خيار الدراما مثل ما إحنا قلنا نختار هذا الشكل في ناس يحبون يختارون صورهم في الإنستغرام بهذا الشكل أنا ما أفضل هذا الشكل لأنه متروس شوائب لاحظ معاي النقط في اللون الأسود تقدر تخفف عليها اللي هو قوة الفلتر تخفف عليها وتزيد تشبع الألوان يصير معاك اللون البنفسجي واضح أكثر عجبك تختار السهم يمين ما عجبك تختار السهم ليسار مثل ما قلنا عندك النجمة اللي هو خيارات معتدة من هذا البرنامج نفسه هو يكون مضبط لك خيارات الدراما على حسب ما هو يبي اللي نفرض ما عجبنا نضغط سهم يسار نرجع خطوة للخلف اللي هو الجرانج الجرانج اللي هو خيارات لاحظ معاي خيارات الرعب أو خيارات يعطيك تأثير مرعب أو تأثير تأثير قديم على الصورة كأن صورة قديمة ومستهلة كيلاحظ معاي تقدر تزيد النمن تقدر تزيد السطوع أو تقلل على السطوع تقدر تزيد التباين أو تقلل على التباين تقدر قوة المادة تزيد على قوة المادة لاحظ معاي صار عندي شوائب في الصورة أو فلترة في الصورة بطريقة مرعبة أو طريقة غريبة تقدر تختار تشبع تشبع الألوان مثل ما قلنا التشبع دائما يكون في الألوان لاحظ معاي متشبع بالألوان أو ممتشبع خيار الأسهم اللي تحت اللي أنا ضغط عليه اللي هو خيار الشفل أو اللي هو خيار عشوائي معتد من هذا البرنامج لاحظ معاي كل ما تضغط شفل كل ما يغير لك الخيار اللي موجود عندك علامة المربعات هذي اللي موجودة عندك اللي هو ما درغم اثنين ما درغم ثلاثة ما درغم أربعة هذي موجودة معتدة في البرنامج نفسه أنت تقدر تختارها أو إذا ما عجبك تقدر أنت تعدل مثل ما أنت تبي عجبك تختار السهم اللي على اليمين ما عجبك تختار السهم اللي على اليسار ترجع خطوة للخلف تلت أنشفت تلت أنشفت الأغلب يستخدمها في طريق خاطئ أو الأغلب يستخدمها في طريقة غير صحيحة طبعا تلت أنشفت هذه لها ميزة معينة أو لها صور معينة ما تقدر تستخدم تلت أنشفت في أي خيار أو في أي صورة تلت أنشفت اللي هو يحولك الصور كأنها صور طبيعية عفواً هي صور طبيعية يحولك ياها كأنها صور صناعية أو صور تركيب أو صور مصغرة للصور الطبيعية طبعا تلت أنشفت يسوي لك أبلار أو يسوي لك تضبيب على الصورة لاحظ معاي نقدر نزيد التضبيب أو نقلل للتضبيب مثل ما أهنا عارفين نحرك بالشاشة على اليمين أو نحرك على اليسار بعد ما تحرك على اليمين مثلا نفروض أن نبي تلت أنشفت على هذا الحجم لاحظ معاي أنا سحبت المكان اللي أبي فيه الوضوح والتباين مواضح يكون فوق أحرك قوة التأثير الضبابي لاحظ معاي قوة التأثير الضبابي كلما أزيد سهم أو أحرك الشاشة على اليمين راح يزيد معاي وكلما أحرك الشاشة على اليسار راح يقل معاي أنا أحركها على اليمين أكثر وأروح على السطوع وأحرك السطوع سطوع الصورة أو تغليل على الصورة أو أروح تشبع اللي هو تشبع الألوان أو أقلل الألوان أو تباين الألوان أو قلة الألوان لاحظوا معاي مثل ما احنا اخترنا بهذا الشكل نختاره بهذا الشكل ونقول له سهم يمين إذا كانت أنت عاجبتك الصورة أو تأثير اللي أنت اخترته تضغط سهم يمين إذا ما عجبك تضغط السهم ليسار نقول سهم يمين أنا عجبني هذا التباين أو هذا الوضوح عندك اللي هو التأثير هذا ريت رولكس تختاره يعطيك تأثيرات قديمة على الصورة أو مثل ما يقولون احتراق في الفيلم أو توضيح أكثر على الفيلم أو نمط الرعب أكثر على الصورة التباين السطوع مثل ما أنتم شايفين مكتوب العربي السطوع تشبع اللي هو تشبع الألوان تباين اللي هو وضوح الصورة قوة النمط اللي هو قوة التأثير مثل ما أنتم شايفين الخدوش اللي هو الخدوش العلامة المحترقة هذه تابعونها وابحة أكثر أو قليلة أكثر مثل ما أنتم تابعون أو تسرب الضوء تسرب الضوء لاحل معاي كل ما يكون الضوء النمط اللي هو مختار لك عشوائي عندك النمط مختار مثل ما هو معتد هذا البرنامج أو معدد هذا البرنامج لاحظ معاي تختار الشكل اللي أنت تابعي عجبك ما عجبك تضغط علامة النجمة وتشيلها أو تحرك وتنقل مثل ما أنت تابع على الصورة عجبك تضغط على السهم يمين ما عجبك تضغط السهم ليسار أنا ما عندك الفريم اللي هو الإطارات لاحظ معاي عندك إطارات موجودة هنا معدد في البرنامج تختار النامط اللي أنت تبيه أو الإطار اللي أنت تختار لنفرض أن نعجبنا هذا الإطار أو أن نعجبنا هذا الإطار تختار وتحرك مثل ما أنت شايف تضغط على السهم يمين أو يسار إذا أنت تبيه تختار بتختار هذا الإطار أو البرواز للصورة أو إذا ما عجبك تقدر تختار السهم لليسار يرجع خطوة للخلف ما عجبنا هذا الإطار نختار خطوة للخلف عجبنا هذا الإطار نقدر نزيد وننقص على حجم الإطار أو مثل ما أنت شايفين الألوان والتباين مثل ما أنت عارفين عجبنا هذا الإطار نضغط سهم لليمين نختار اخترنا هذا الإطار بهذا الشكل وبهذه الصورة بعد ما تعجبك الصورة أو تيوز لك الصورة مثل ما أنت شايف معنا بهذا الشرح تضغط على العلامة اللي على اليمين فوق اللي هو علامة التخزين لاحظ معاي عندك حفظ صورة إلى مكتب الصور تبي تحفظ الصورة في الجهاز تبي تنشرها على جوجل بلاس تبي تنشرها طريق تويتر تبي تنشرها عن طريق الفيسبوك تبي تفتح في ملف معين تبي تنسخ الصورة وتحط لها لسق احنا نختار دائما حفظ إلى مكتبة الصور تضغط عليها لاحظ معاي راح تتخزين الصورة مثل ما أنت هعدتها هذا هو شرح برنامج سناب سيد اللي هو برنامج تعديل الصور على الآيفون والأندرويد أتمنى الشرح هذا ينول إعجابكم البرنامج هذا مهم جدا يكون عندك لتعديل الصور أو لتضبيط ألوان الصور أتمنى إذا نال إعجابك هذا الشرح تسوي لي سبسكرايب أو لايك على هذا الشرح نشوفكم في فيديو شرح ثاني شكرا ومع السلامة شكرا للمشاهدة